السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن اه الفيتس والتولرانس. اه وهحل مسألة انترفيرنس لان الفيديو اللي فات كان مسألة اه كليرانس. الاول بس عايز سريعا كده اه اقول انه الفكرة بتاعت التولرانس والفيتس هي عبارة عن ايه? دلوقتي ما بدي للعامل شغلة عشان اه يخرطها لمسلا لو ده شافت ما بقولهوش انا عايزه فاي عشرين بزبط. بدي له اه سماح ارور ان هو يشتغل فيه. فبقل له مثلا انت معاك سماح ارور اه بلاس و ماينس عشرين. لو قلت كده وسكت معنا كده انه انا هقبل شغط اه عشرين ملي متر بلاس عشرة مايكرو وماينس عشرة مايكرو. في الرينج اللي انا هقبله. يعني الرينج بتاع تولرانس اه 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 فوق قد تحت اتقسم نصين. فوق عشرة ملي وتحت اه سوري فوق عشرة مايكرو وتحت عشرة مايكرو. ولكن لو بدأت قدي الحروف بتاعة يعني لو بدأت اه اقول له انه التولرانس ده الرينج بتاع الايرور ده ما هواش متقسم بالتساوي حوالين النومنال سايز ان هو متشفت شوية الفوق. يعني مثلا انا عندي اه 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 اله اه الحالة دي انا مش هقبل الشفت غير اللي هو اه اه اتشفت ماينس اتنين مايكرو او عشرين بلاس طمنتاشر مايكرو فهم برضو عشرين يعني مجموعة عشرين مايكرو اللي هو الرينج المسموحة يلقض فيه ولكن اتشفت لفوق شوية اوكي حالة ثالثة انه الرينج ده اتشفت بره خالص بره النومينال سايز اساسا فانا مش هقبل الشفط اللي هو عشرين ملي اللي هو النومينال سايز لو اداني شفط عشرين ملي متر انا مش هقبله لانه التولرانس اللي انا حطه ان هو هقبله اللي هو من عشرين بلاس تلاتة مايكرو لحد عشرين بلاس تلاتة وعشرين مايكرو فتعالا نبص على المثال سريعا المثال هو بوش دخلها في هول بتاعت كيسنج مثلا دخلها انترفيرنس النومينال سايز 74 وقادي الحروف الارقام اللي احنا هنشتغل بها دلوقتي احنا اول حاجة بنخش على جدول جدول اسمه جدول التولرانس وبعد كده جدول الديفياشن جدول التولرانس بيعرفني الرينج اللي ممكن العامل يغلط فيه والديفياشن بيعرفني الحيوت بقى يعني الرينج ده متشفت فوق شوية ولا تحت شوية ولا في نص ولا حالته ايه بالزبط عشان نخش على جدول التولرانس بخش عليه بالارقام اللي جنب الحروف اللي هي التمانية والتمانية وكمان بال اربعة وسبعين اللي هي النومينال سايز عشان اخش على الجدول بتاعت كيسن بخش بالحروف اللي هي الاتش والار وكمان النومينال سايز تعاني نخش الاول على جدول التولرانس انا عندي النومينال سايز بشوف هو فين هنا في انهي رينج اهو من خمسين لتمانين ايوان هنا لان هو كان قال اربعة وسبعين. طيب يبقى انا هنا اهو. افضل ماشي بقى هنا. انا بادور على رقم اي? بادور على رقم تمانية. لان هو قالك اتش تمانية ار تمانية. يعني انا عايز الرقم تمانية. لو كان ال مسلا ار سبعة يبقى ادور كمان على رقم سبعة. اوكي? طيب امشي كده. اهو ادور. الاقي اي تي تمانية. اطلع بس الرقم ده وحطه على جنب. كده عندي ستة واربعين. احطه اكتبه على جنب. هشوف استخدمه ازاي. اخش بقى على جدوة. اخش بي. انا النومنال سايز سعر بارة وسبعين. طيب يبقى انا في الرنج ده. ادور بقى الحروف اللي انا كنت. اه اللي كانت عندي في المسألة. اللي هي والار. ادور كده ادي الاتش. سواء بقى مش فارق معك. اوكي? الفكرة ان انت لقيت اتش. الاتش بتاعها بصفر. حط الرقم ده على الجنب هنستخدمه. نمشي شوية كمان. هنلاقي الار اهي. الرقم بتاع بتاعها تراتة واربعين. تعالوا نشوف بقى نستخدمه ازاي. مبدئين بس قبل ما نخش على الصورة اللي هي دي عشان نشوف هنستخدم ارقامتي كلها ازاي. لازم تعرف انه الصورة دي ما هي الا تكبير لمنطقة التلامس ما بين الشفط والهول. فهي بالمنظر ده كده. كل ما اه تطلع لفوق وهنا دي كده ده الترقيم بتاع الهول هو حتى كاتب كده. وهنهوت اه لا هو تقريبا مش كاتب يعني بس ده الترقيم او الترتيب بتاع الهول وده الترتيب بتاع اه الشفط. فكل ما تمشي لفوق كده معنى كده انه الهول عمالة تبعي لعنى شفط عمالة توسع اوكي. كل ما تنزل معنى كان هي عمالة تديق. وينهوت كل ما تنزل مع كده شفط عمال يصغر. فبيبدا عن الهول. فبيعمل كليرانس اكبر. عشان كده كل ما بنمشي كده هوت في الحروف دي كحروف كليرانس. والحروف في الناحية تانية دي حروف انترفيرانس. نفس الكلام الناحية التانية الحروف اللي هي من الآي لغاية الاتش دي حروف كليرانس. والحروف ما بعد ذلك اللي هي دي دي حروف انترفيرنس والحروف اللي في النص اللي هي بيسموها جيكمن جي كي ام ان دي بيسموها حروف الترانزيشن اللي هي اما تحل مسألة المسألة بتاعت الفيتس والتولرنس ممكن تطلع لك جزء انترفيرنس وجزء كليرنس انا بقول لكم حتة الحروف دي ليه لان انت قاعد ما تشوف المسألة تقدر تعرف على طول هي ازا كتا تطلع انترفيرنس ولا كليرنس طيب دلوقتي بقى هاستخدم الارقام اللي طلعتها ازاي احنا اولا طلعنا انه الاي تي عندي بستة واربعين اوكي ستة واربعين معنى كده انه الرينج اللي ممكن يغلط فيه العامل هو ستة واربعين طيب الديفيشن بقى تعالى نشوف اول حاجة الشفط بالنسبة للشفط هو قال لك ار تمانية وساعتها لقينا انه عند الار تمانية انا عندي الديفيشن تلاتة واربعين بنسبة النومنال سايز بتاعي فتلاتة واربعين مايكرو معنى كده ادي ده ترتيب بتاع الشفط احنا ريسا قاعدين كده دلوقتي ده الترتيب بتاع الشفط كل ما تيبشي كده كل ما الشفط عمال اقمر ادي الار بالنسبة للشفط معنى كده ان انا هاجم على النومنال سايز عشان اوصل للار هاجمع على النومنال سايز تلاتة واربعين اللي هي بعد الار بعد المربع ده عن النومنال سايز يبقى بلاس تلاتة واربعين طيب وبالنسبة بقى اللي طالتهم الجدول التوليرانس اللي هو ستة واربعين اقول بلاس كمان ستة واربعين معنى كده ان الماكس مام شفط بتاعي هو عبارة عن النومنال سايز اللي هو اربعة وسبعين بلاس تلاتة اه بلاس تلاتة واربعين بلاس ستة واربعين اللي هو هتطلع بلاس تسعة وتمانين والميني مام شفط والميني مام شفط اللي هو 74 بلاس 43 مايكرو ده بالنسبة دي كده مقاسات الشفط طيب بنسبة لمقاسات الهول هلاقيه ان الهول قال عليها H8 ما هو الارقام اللي قبل السلاش الارقام اللي قبل السلاش دي خاصة بالهول اللي بعد السلاش دي خاصة بشفط وده في حالة البيزيك هول سيستم لو كان عكس أوكي يعني لو كان خلى الحرف القبل السلاش حرف سمول اعرف اعطون ده بيزيك شافت سيستم اوكي طيب في حالة البيزيك هول سيستم زي ما احنا بنكمل كده هو قال لك H8 والH دي خاصة بالهول طيب الH دي فيش امتاعها بصفر معنى كده انه اه اول دايمينشن اللي هو اصغر دايمينشن للهول هتبقى 74 بلاس صفر يعني 74 واكبر دايمينشن لها 74 بلاس التوليرانس ده اللي هو كامل توليرانس اللي هو 46 طلعناه من IT 8 يبقى اكبر دايمينشن اللي هو هتبقى 74 بلاس 46 مايكرو طيب ونيجي بقى عند حتة الموضوع ببيعز Villa الموضوع بديه جدا الموضوع voixig هذا موضوع بديه جدا الموضوع بديه جدا الموضوع بديه كامل كامل Alert هيحصل ازاي اللي هو مايهم هول ناقص الموضوع herb المينمم هول اللي هي كانت عند الصفر يعني عند اربعة وسبعين بالزبط لو طرحناهم من بعض لو طرحنا اربعة وسبعين ناقص الماكس من بوسبل شفت هنلاقي ان الرقم اللي هيطلع لي هيطلع لي رقم بالسالم فساعتها انت تقول انه بيساوي صفر وتعرف الدكتور ان انت كده لا هو مافيش اي اا يعني مافيش مينمم كليرنس لان مافيش دايمنشن بالسالم فتكتبها له ان هي بتسوي صفر مافيش مينمم كليرنس هتيجي في حتة الماكس من آآ كليرنس هتقول الماكس من بوسبل هول ناقص المينمم بوسبل شفت ودي برضو حاجة بديهية هتلاقي الرقم طالع عندك ومن الواضح هنا ان طلع آآ عندي آآ رقم فالمفترض انه آآ كده المسألة دي دخل على الترانزيشن مش على انترفيرنس طالما فيه ماكس منمم كليرنس طالما فيه كليرنس في الموضوع يبقى كده دي مسألة بتعتبر الترانزيشن طيب مينمم انترفيرنس هيساوي برضو نفس الفكرة هو نفس القانون بتاع الماكس منمم كليرنس بتقول المينمم بوسبل شفت بتحطها هناول اول وبتحط الماكس منمم بوسبل هول الناحية التانية اوكي بتعكسها هيطلع لك رقم بالنجا ديف يبقى هتقول له ماينفع يعني ماينفعش رقم بالنجا ديف مفيش ديمانشن بالنجا ديف فهيساوي صفر مع كده مافيش مينمم انترفيرنس يعني مافيش مينم انترفيرنس اوكي ماكس منم مينم انترفيرنس فهتعكس القانون قال المينمم كليرنس فحتلقي رقم مش بالنيجا تيفزي ما كان طالح هنا هيبقى تطالع رقم بالبوزوتيف هو نفس الرقم بس هيبقى الطالع بالبوزوتيف ساعتها يبقى هو الرقم ده